دهران مرشح شرس ومعارض معروف خرجت حملته أول أمس لأول أمس خرجت حملته تشيد بدور الأجهزة الأمنية وبحيادتها ووقفها على مسافة واحدة من الجميع ولم يضبط خرقاً واحداً لأي من الضوابط التي وضعتها لهيئة الوطنية الانتخابات ده أمر يحسب صحيح عشان كده ده العنوان الرئيسي اللي أنا العنوان الثاني هو عنوان نجاح العنوان بتاعك فيه ثلاث ألف بهجيم هل تعطي كتير العنوان الثاني هو نجاح جميع أطراف العملية الانتخابية بمعنى بمعنى أني ابتدت العملية الانتخابية بنجاح تنظيمي من الهيئة الوطنية للانتخابات ثم أطراف الآخرين المتعلقة بالعملية الانتخابية وهم المرشحين الأربعة منتهى الانضباط منتهى التعامل بروكي بين الحملات الأربعة ثم بعد ذلك الأطراف الأخرى الغير مباشرة زي الإعلام المؤسسات الأمنية إلى خلافه ثم الطرف الأعظم وهو الشعب المصري هو تاج هذه العملية الانتخابية نجاحه في أنه واصل عملية التلاحم اللي ابتدت بأحداث غزة ووضع الخطوط الحمراء التي وضعها الشعب مع القيادة السياسية وهو الخط الأول وهو أن عدم الاقتراب من تصفية القضية الفلسطينية هذا ممنوع تماما وبالتالي هذا الخط الثاني وهو يتعلق بالأمن القومي المتعلق بسيناء وبالتالي هذا التلاحم ابتدى بأحداث غزة ثم وصل به الأمر إلى العملية الانتخابية الشعب أقر يعني ما يريد يعني منذ بداية هذا التلاحم هو الكلمة على فكرة هو تاج الموضوع ده العملية الانتخابية هو البعض قالك أحداث غزة والحرب في غزة من الكان المحتل لا تاج الأمر هو أنه واصل هذا النجاح الكبير اللي هيوصل إلى نسب مشاركة غير مسبوقة بشهادة دولية قبل ما يكون شهادة نحن هنا في الداخل قليلا نحن أنا أصحب . قليلا